الله معكم الوضع ببخموت للساعة 11 بلال بطاوية لبنان لنهار 10 ايار مايو 2023 الوضع كالتالي وحتاجة واغنر بعدها مستمرة بالهجوم سبقت لكم سيطروا على المنطقة هون بشكل كامل وهون كان فيه شوية منافوشات مع الوات الاوكرانية الوات الاوكرانية استعادت الزخم وعم تهجم بيقوي جدا خصوصي بعد الخرق اللي حققته بالجابة هون وسيطرت على المنطقة انا بنحكي الى مساء فيه هجوم اوكراني قوي على الاجنحة او الاطراف الجنيح الجنوبي او الطرف الجنوبي وعلى الجنيح الشمالي هيدا اذكركم ان وحدات واغنر بعدها بالمدينة ولكن في وحدات خرجت لتستلم تساعد القوات الجيش الروسي الكوات المحمولي جوان الروسي بالاطراف الطرف الشمالي بالطرف الجنوبي المعارك كتير شريسي الوحدات واغنر عم بتجرب تصمد هلا اندفاع الاوكراني ما معروف اذا حيكون في وراها جميع متتالي وضغط بعد قوي اكتر بدنا نظل مرقبين الوضع ولكن برجع بذكركم المرة التالتة الاوكران كان عندهم خطة يضغطوا من توراتسك وكوستانتينيفكا وتشاسي فيار باتجاه هذا المحور وكان عندهم نفس الخطة اول مرحلة يضغطوا بهذا محل ما ذكرت مع سلافيانسك وسيفرسك باتجاه الشمال بخموت وخطوة تانية بجعب يضغطوا بمحاور اخرى كرمالي شكلت القوات الروسية من بخموت وهذا اللي صار بالفعل ضغطوا جنوبا وضغطوا شمالا فانسحبت وحدات من وقتها لضغطي وبتعود الاخسارة اللي عم بتصير بالقطاعين الجنوبي والشمالي خليكم متابعين اي شي جديد انا هنشروا لا تنسوا اللايك تشاركوا الفيديو لا تنسوا طبعا هحط رابط التليجرام ورابط الدعم المادي للبيحب يدعم ماديا عبر بايبل من خارج لبنان او من داخل لبنان غير هيك تحياتي لكم واي مستجدات انا هخبركم فيها اه هذا بخصوص بخموت هذا بخصوص تشير نيهاف عم بيصير علي ضرب كثيف خمس ضربات صارت بتشير نيهاف اه اليوم كمان كان فيه كم ضربة اه من معروف اه شو السبب ولكن عالاغلب فيه متل بيقولوا تكدس اسلحة اجنبية ممكن اه قوات معبئة حديثا مدربة عم بتمرسالها للجبهات ايضا بانتجازة بروتيو خيرسون فيه ضربات اه خلونا ناطرين لنشوف شو ممكن بباركي بكتصبح بيننا نتيجي اه غير هيك مفيش شي بار خصوص اعتداد باتجاه الروسية مفي اي شي اه اه هذا كل شي خلوكم ناطرين اي شي جديد مني تحياتي لكم اشتركوا في القناة